اهلا بكم الى موجز اخبار الان شنت طائرات الحربية الروسية اكثر من ستين ضربة جوية على قرى وبلدات في رف الرقة الشرقي مخلفة قتلى وجرحى وقالت مصادر محلية ان الطائرات الروسية استخدمت القنابل العنقودية في هجومها على بلدة زور شمر ومعدان ومخيم نازحين في زور شمر سقط خلالها سبعة قتلى اكد مصدر محلي في قضاء تلعفر شمال العراق ان حفار القبور لدى داعش الملقب بالابكم قتلى في غارة جوية استهدفت احد مقرات التنظيم في اطراف القضاء وبحسب المصدر فان الابكم قتلى السبت وتركت جثته في العراق قبل ان يقوم بعض الاهالي بحفر خبر صغير ودفنه من دون اي شاهد يميزه اعلنت شرطة مدينة كانو في شمال نيجيريا توقيف خمسة مقاتلين يشتبه بانتمائهم الى جماعة بوكو حرام بعد معارك في المدينة وكانوا يخططون لشن هجمات ضد اسواق وادور عبادة وفق ما اعلن قائد الشرطة مضيفا ان المقاتلين المشتبه بهم فتحوا النار والقوا قنابل يدوية الصنع ما ادى الى جرح ثلاثة من رجال الشرطة قتلى خمسة اشخاص في حوادث منفصلة في العاصمة المكسيكية امس وقال مكتب النائب العام المحلي في ميكسيكو سيتي ان مسلحين على دراجة النارية اطلقا النار على اربعة اشخاص في مطعم بحي يقع بالطرف الجنوبي الغربي من المدينة مضيفا ان الشخصين قتلى في وقت لاحق كما جرح ثمانية في اطلاق نار في الطرف الشرقي من المدينة شارك نحو الف شخص في تظاهرة بالعاصمة الروسية موسكو احتجاجا على تجديد الرقابة والقيود المفروضة على شبكة الانترنت واعترض المتظاهرون على اجراءات تشريعية اقرتها السلطات مؤخرا لتعزيز مراقبة الانترنت ارتفعت اسعار النفط صباحا بعد تراجعها بشكل كبير في جلسة التعاملات السابقة بعد ان عززتها توقعات بان الاجتماع المشترك الذي تعقده دول الاوبك واخرى من خارجها في وقت لاحق اليوم قد يعالج ارتفاع انتاج نيجيريا وليبيا العضوين في اوبك والمعفيين حتى الان من خفض الانتاج افادت دراسة بريطانية حديثة بان الاكتئاب يمكن ان يحدث تغييرات سلبية في اجزاء من الدماغ معروفة باسم المادة البيضاء وهي مجموعة من الانسجة التي تربط مناطق الدماغ ووظيفتها نقل المعلومات بين مناطق الدماغ وباقي اعضاء الجسم ما يستدعي ضرورة تطوير اساليب اكثر فاعلية في علاجه الى اللقاء